هو خلاف تقنة ام خلاف سياسي ام قضية شكلية ام سياسية شو قدرت انك تعرف من من الاوساط الامريكية مزيج من كل شي بس هو ازا بدك سؤال الموضوع التقني انا ما بسمح حالي فوت لاني ما بعرف كل يعني بدل الخبرة ياللي اه تعرف العنوين ياللي هي ما تروحها ما بعتقد هي هاي بس الوحيدة ياللي ما تروحها المزيج ازا بدك فيه موضوع الخط تسعة وعشرين ياللي هو الخط العلمي الصحيح الوحيد ياللي موجود هاي دا سيش صحيح هلا بالمفوضات انت كيف تاخد بدك تاخد كيف تاخد الافضل اللي لك وهي دا مسألة تانية بس اللي عجبني اللي صدمني واللي يعني بيستهولك انه حدا بيقلك رايح انا بدي فاوض مسلا على الخط تسعة وشرين بيقول انه هاي دا خط للتفاوضة بالميروح يعني عم تلو دا ما انا نازل عنه سلف ما بقى له قيمة شو عم تعمل فيه وهدا من ضمن يعني هاي دا شو استهدار برأيك ايه ومزيادات بالداخل ولا طعم يعني يعني هذا هذه المزيدات بهدف شو هل بهدف يعني اه سبق وقيل انه اه شغل الى علاءة برفع عقوبات الى علاءة بي ايه ما وصل لك لحتى لك اه خليني اقول اول شي نقطة ولا نقطة اول شي بالموضوع التقني مثل ما قلتلك ايه تسعة وشرين هو الاساس هلا بديك تروح على تلات وشرين لان نقصص المفوضات وما الا هنالك ومسألة تانية هاي ما بعرف هاي العلاقة بالموضوع الحكومة كيف ينعمل فيه كاريش ومقبيل قانا يمكن تركب هيك بالاخر ويمكن يمكن تكون افضل انا للبنان انا ما بعرف اتناين فيها مسألة سياسية وهون هوكستين هوكستين بسموه لانه نحن نضايعين شوية باسمه يعني بعتوله اموس بس هوكستين اسمه مش الاسم اللي مهمشو النتيجة عندك لما فعل اخر مرة من لبنان ازا بدك هو كان عم يرصد ومنقولها متل ما هي متل ما معود الناحتي يرصد الموقف الايراني وراها موقف حزب الله وموقف الايراني هل انه انه بيرفضوا انه يمزجوا بين اتنين بس عمل لك القراءة اللي برا كيف تشوفه هل انه حزب الله او ايران رايدين انه نفوته ويمشي الحال من ضمنه وهيدا الو عليه قبل ما ناخل عان طبع المنطقة اخر جولي من بعد ما فل من هون اموس وكستين كان مبسوط وراح واعتبر انه سمع مت تلاتة رؤسات تلاتة مع انه انا الرئيس بره لانه بيعتبره الرئيس بره هو يمثل قرار حزب الله بالاخر يعني هلأ حزب الله حط حاله خلف الدولة يعني بكلام الامن العام وهذا الو تفسير ايجابي بهذا الموضوع فال مفصوط انه سمع نفس الجواب من الكل وانه قاله انه بعتوله ايه خطة ما بعطه خطة شو كان استبق هيدا قبله بالمانيا ليش بدون ايه خطة يعني ليش المطلوب خطة بس اليوم لبنان مستعد يبعط له جواب خطة عقوله انه زواب شفاها ما عنده مجال انه يهربوا ما عنده مجال انه يهربوا مضطرين يعطوه جواب خطة هل متفقين هل متفقين هل متفقين هل فيه توافق سياسة ما اخر مرة بالجواب الثلاثة السوا قلتلك الاستنتاج كان انه حزب الله يعني ضمنا ايران انه ماشيين بهذا الموضوع ماشيين بهذا الجواب وهو كان معاجبه يلي انا ما بعرف تفصيله بشكل كامل او انه تسمع منه بس هل سيحصر اليوم على هذا الجواب يلي كان عاجبه انا رأيي ايم رغم انه اللي هو شو حسب تحليلك بفتكر قانم قبيل كاريش يلي هو بس خلي كافيلك في مسألة كتير مهمة يلي هو رغم انه هلأ جمدت المفاوضات النووية وبالتالي كان في قلق انه هيدا ممنوع قادر انه يرجع يعيدون او يرجعون شان كان بدون يغطي جواب السيد نصر الله مبارح شو كان عم بيقول انه انا ورد الدولة اللي بتقوله لو كان ما بده كان عنده غير جواب لا انا بس لانه بده الدولة تتحمل وانا ماشي يعني كانت هايت تخريج اثنين يعني اظهر كمان ازا بدك الجانب الشخصي يلي حكيت عنه انت باللقاء يلي عمله وبعتقد يلي حضرله يقال انه دولة الرئيس ليس ابو صعد ما بعرف يقال بس يقال طبع ايه بين هوكستين وجبران بسيل باولمانيا وهذا الكلام يلي كان مفترض انه يكون سر هذا اللقاء مم لانه جانبه targeted وما بده نحكه عنه يلى انعقد نرجعنا نذكر بتاريخه قبل قبل ما يوصل لوكستين عبيروت مم مش بتذكر تاريخ بشكل هدا قبل زيارته الأخيرة ايه بيقول بيقول فيه انه عرض انه موضوع لوكستين نصحه انه انت موجود بعقوبات هذه هيده يعني مش عقوبات متهم بالارهاب فيها تمشي بالسياسي بس هيده تستند الى ملفات وهي الملفات ما فينا نقول لك وقفت بالسياسي بدك تروح على القضاء بدك تفتح بالمسار القضائي هيده وبعدين من بعدها منشوف كيف بتصير الى قدام بتبين عليها اذا بتلاحظ من بعدها رجع جبران بيصير على بيروت وقال انه بلشت افتح هذا الملف مشتري حسب ما كان الحكى انه ما يطلع على الاعلام لانه بتعرف بالسيستام هيده اي بس ما كان فيه ما كان فيه وعد مبطل من هوكستيم انه بصير فيه تسهيل اللي وصلنا بالتواتر انتبه هني بيرجعوا اذا بدك ليطلعوا كلمين بينفي بس اللي وصلنا بالتواتر من مصادر دقيقة انه انت بدك تمجبور تفوت بهالتروسيدور هيده ما فينا نطلع يعني ما حدا بيقدر يعملها نحنا بامريكا مش بدك تعملها هيده بس نحنا بعدين منشوف شو بيصير هاي الكلمة كان انطلب على ما يبدو معه انه ما بدي تكون معلنة المضمون طبع الملفية اللي عندكون ما بدنا هي انه يكون معلنة رغم انه قال له وكستيم انه هاو دي بينعملوا اجمالا ملفات بتكون صلبة على قدل صلبة بس فيك تعملها ولا قدام منشوف شو بيصير كلمة منشوف يعني مربوطة بامور العلاقة مش هناك شافوا انه بعدين هذا يعني التميعي اللي صار ومعش راحة الاشياء المكتوبة ربطوه كمان بهاي المسألة ربما انه البعض عم بيقول انه خينا بيبشي فيها على قليل يعطيني ضماني بهاي استاذ بوداية ليش تأخر حزب الله بالدخول على هذا الملف بالوقت يلي معروف من ثلاثة شهر هادي الانيرجيان باور عم تتحضر وجاية والآخر هي وليش هلأ الدخول بقوة من خلال تشكيل اللجنة رح تشتغل 24 ساعة على 24 برئاسة النائب السابق نواف الموسوى وهي اللجنة شو بده تعمل شو دورة طالما السيد نصر الله عم بيقول نحنا خلف موقف الدولة اللبنانية بما معنا اولا لانك تأخرت نص ساعة اللي عطيتني كلمة رح نعوض لك متعة الهم فواضح انه انحيازك للي جايين من واشنطن اكتر انحيازك للي جايين من واشنطن ما تحملني انحيازات موضوع الترسيم برأيي ليس مرتبط فقط بموضوع الخلاف على الحقول بين لبنان وفلسطين المحتلة التي تنهبها او ينهب هذا الكيان الاسرائيلي برأيي هذا الغاز متعلق بقضايا اقليمية واستراتيجية دولية كبرى وانا القادم من روسيا قد سمعت ما سمعت عن المخططات الامريكية التي فرضت ما يقارب امريكية واوروبية فرضت حوالي 5530 عقوبة على روسيا واستطاع الاقتصاد الروسي ان يصمد بفعل الغاز او تبادل واشترات روسيا بان تبيع الغاز بالروبل اليوم هذا الغاز هو الطريق الوحيد لانقاذ الاوروبيين من موضوع الروبل الروسي وبالتالي هذا الغاز اللي بدي امره عن طريق مصر ينباع الى اوروبا نفهم من خلال ولماذا امريكا سارعت بشكل سريع جدا وتحملت كلها المظلة لحماية هذه الباخرة يونانية اسرائيلية امريكية ده كله مش مهم المهم مين عم بيشغل مين عم بيؤمر مين عم بيحمي لاستخراج هذا الغاز وهو منقدر نفهم لماذا توتال كانت عم تطلب بتأجيل عملها لثلاث سنوات ومع الاسف الحكومي وافقت لعملها حتى عام 2015 هذه بالابعاد الاقليمية والدولية وحتى اذا بدي احكي اكتر من هايك يمكن كمان المهم انه مفاجئ بعض اللبنانيين انه حتى شركة نوفوتاك الروسية في الخريف حتقولنا باي باي ليه؟ نوفوتاك لانه بدنا نشوف الدولة كيف تعاطل مع ملف الشركات الثلاثة نوفوتاك هي واحدة من الشركات الثلاثة اللي كانت معنية بالتنقيب اليوم بالخريفية حتفل من لبنان وعمليا شركة توتال بس هو السبب المعلن ليش بتفل؟ السبب هي اداء الحكومي معها وتعاطي الحكومي مع ملف الشركة الروسية ياللي شو عنوان هذا التعاطي؟ انه استهدار اهمان خفه 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 وبالتالي هو ينسحب على ما تفضلوا فيه موضوع الخفه في طريق التعاطي مع الخطوط 23 ولا 29 الدراسية اللي على اساسها يستند هذا الخط ما هي الامكانية لدى الدولة اللبنانية حتى ناخد موقف محدد وواضح نستند عليه ونكون كقوى سياسية وكنواب وكرؤساء مثل ما سمى الاستاجوني ومجموعة هذه القوى لنقدر نحمي هذه السروة الوطنية النفطية حتى نستطيع أن ننهض بهذا البلد خطاب سمحت السيد وموقف حزب الله ياللي دخل على اساسه على هذا الخط اولا حزب الله ما دخل على خط الترسيم من حيث خطوط الطول والعرض هذا موقف معلم من عام 2000 ليس جديد لكن حزب الله صار معني بأن يأخذ موقف حيال ما سماه اعتداء على سروة لبنان المائية والنفطية والغازية والبدكية هذا الموقف كان موقف مبدئي مشترط ومرطبط بموقف الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية هي معنية بأن تحدد الخط في اللي هو يشكل حدود لبنان وبالتالي بدي أنفض من خلال هذا الموضوع إلى سروة لبنان تحت البحر مثل فوق البحر ما في شي حدا يعمل مقايضات يقول لتحت البحر غير اللي فوق البحر لا هي نفسها وبالتالي واحدة من هيدا بس لا السؤال الأساسي أنه ليش حزب الله يعني إذا كان ناطر الدولة اللي يبني على الشيء مقتضاه يعني لكان لشو تأليف لجنة يعني اللجنة هي شو دورة اللجنة اللي ألف حزب الله برئاسة نواف الموسوى شو دورة ودورة وين بيتصر نقل المواقف مع القوى السياسية خطاب السيد واحد من رسيله كان إلى القوى السياسية أنتقف صفا واحدا خلف الدولة أو إلى جانب الدولة سميها لبدك يا واترفع عن ضرورة الترفع عن المناكفات والمزايدات السياسية وتفضلوا لأشبعوا اللبنانيين شعارات ما قبل الانتخابات بالسيادي والحفاظ على الماء وعلى النفط وعلى كل شيء هلأ فيه استحقاق وطني خلينا كل الرؤى على هذا استحقاق الوطني لما بقول السيد نصر الله أنه بالمعرك الوطني يجب الارتقاء إلى مستواها والخروج من الزواريب وبعض المهتمين والحرصين يدعون إلى توقيع المرسوم الذي يقضي بتثبيت الخط 29 لكنهم يبنون عليه توقعات غير صحيحة بناء على التجربة التجربة لأمم المتحدة يعني نحن عندنا تجربة لأمم المتحدة 35 عام أكثر من 179 قرار أنه موقف حزب الله لا دروري تعديل المرسوم 6432 لا لا ما دخل قال السيد كلام واضح لن أدخل لا بيعطي رأيي يعدل أو ما بيعدل لكن ليس لدينا تجربة مشجعة مع الأمم المتحدة 179 قرار بحق إسرائيل أصدرتهم الأمم المتحدة ما نكفز ولا قرار ولا حدا قدر يجبر على ولا قرار طيب بشكل واضح بشكل واضح شو بده يقول بده من الدولة أن تأخذ موقف واضح وأن نصطف كلنا خلف المعنى بالتفاوض دستوريا اللي هو فخامة الرئيس والمفاوضات اللي عم بتصير اليوم هي مش مفاوضات نشر غسيل اسمها لأنه يعني ما بيعرف كيف هالمفاوضات بيطلعوا بيحكوا كلمتين كل العالم تعرف شو فيه بالمفاوضات نعم عم نطلع نعرف شو أكلوا شو شربوا وشو حكوا هاي مفاوضات نعم المفاوضات عادة فيها نوع من السرية حتى فقدناها ست حليم الخلاصة بس عفوا الخلاصة بالأخير والقاعدة الأساسية اللي حاول الحزب أن يغسيها إذا نحن ما منطلع نفط أنتو ما حتطلعوا وإذا نحن ما منستخرج نفط ما حنخليكم تستخرجوا نفط هاي دي القاعدة يعني هل سنتجه إلى مواجهة سنتجه إلى رد اعتداء مش إلى مواجهة لأنه اللي عم بيصير هو اعتداء هل هذا الموقف سيتم تبليغه إلى هوكشتاين طبعا طبعا يعني هذا سيتم تبليغه إلى هوكشتاين وأنا مش مع الاستجوني باللي قاله أنه فلمل عند الرئيس بري هوكشتاين مبسوط لأنه الرئيس بري قال له هوكشتاين نحن لن نتنازل عن شبر ما يواحد بعرفه فلم بسوط بلغ أنه مبسوط هلا هو مبسوط بداك تزعله هلا هو مبسوط بصورة مبسوط بس مبسوط بمعاييره بيزعلنا بيزعلنا بغض النظر أنا بسعني مبسوط بمعاييره بيزعلنا طيب حسب معطيتك أنه الموقف الذي سيتم تبليغه إلى هوكشتاين أنه وقف التنقيب ووقف الاستخدام هيدا بانتظار شو؟ بانتظار الموقف الدولة اللبنانية التي سيبنى عليها طيب وإذا ما وقفه شو بصير؟ نتجه إلى مواجهة بده أول شيء الدولة تقولنا وين حدنا وساعتها حزب الله سيقوم بتنفيذ ما قرر